سنتحول إلى سيد أحمد عليب الباحث لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سيدي الصورة التي تأتي من هناك تتحدث عن هدنة لكن الأصوات القادمة من خلال هذه الصورة تقول أن هناك محاولات مستمتة لتغيير الأرض على الوضع بصورة سريعة ما الذي يدعوه؟ ما هي المؤشرات التي تقول لأحداث الصراع أنه يجب أن يحصم أحد الأطراف العملية العسكرية على الأرض؟ بسهل خير أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي لسادة الدولة الكرام والمشاهدين أيضا يعني مسألة الحسم العسكري في معارك من هذا النوع أنا أعتقد أنها رهان غير مطلوب في حقيقة الأمر لأنه نحن تعودنا من الصراعات سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو الصراعات المحلية التي تجري في دخل الدول أنه الحسم العسكري في الأخير لا يستطيع أن يقود إلى السيناريو ويمكن أن ينقل المشهد من حالة الفوضى إلى حالة يعني خفض التصعيد أو حالة الاستقرار وبالتالي زهنية الحسم هنا من المفترض أن الأطراف كانت تستوعب هذا الدرس من مشاهد عديدة ومن أزمات موجودة في الإقليم على سبيل المثال في حالة ليبيا يعني نعلم جميعا ما الذي جرى في ليبيا وإلى أين وسط الأمور في الأخير تفهمت الأطراف بأنه يمكن أن تكون هناك قواصم مشتركة من خلال الحوار السياسي يمكن أن يكون هناك استقرار من خلال الحوار السياسي يمكن أن تستفيد الأطراف من الحوار السياسي لكن الحرب هي تكلفة يدفع سمنها الجميع من الدماء ومن المقدرات وأيضا يعني من هيبة ومكانة وقدرات الشاملة للدولة المقصد سيدي هل هناك قراءة من كل التصريحات الأممية القادمة من الولايات المتحدة القادمة من المنظمات الدولية ما فهمت بأنه يجب أن يخسم هذا الصراع هذا هو منبت السؤال يعني ما تتحدث عنه المنظمات الدولية مسألة الحاسم هي الفكرة هنا تتعلق بالوصول الوقف في اطلاق النار بمعنى أنه التوقف عن زهنية الحاسم من خلال التصعيد العسكري واستخدام أداة القوى العسكرية بشكل أو بآخر لأنه أنا في تصوري لن يستطيع طرف أنه يحسم المسألة بالشكل اللي هو يمكن أن يقص به الآخر زهنية الأطراف الآن أو ما يتصوره الطرفين أنه يمكن أن يلغي الآخر صحيح نحن نتحدث عن مؤسسة نظامية في مقابل قوة ميليشيوية لكن أيضا هذه القوى على هذا الطرف أو ذاك لا يمكن الاستهانة بقدراته وبحجمه وبما يقوم به الآن من مناورات في هذا المشهد المتصاعد والمتطور يعني كل طرف يستطيع أن يطور تكتيكاته في إطار المزيد من التصعيد وبالتالي أنا لا أتصور أنه هناك طرف يستطيع أنه يحسم هذا الأمر لكن الحسم هنا يمكن أن أيضا يتعلق بالانتقال إلى المشهد السياسي هل هذا واردا أنا لا أتصور أنه واردا في هذه المرحلة الآن لأنه يعني صوت الرصاص أو لا صوت يعني فوق صوت المعركة حتى الآن حال الهدن أو المؤشرات التي تطرحها الهدن القصيرة المتولية يدل على ذلك ليس هناك استجابة حتى لأدنى المطالب المتعلقة بالمتطلبات الإنسانية للشعب السوداني لدينا أيضا موقف متأزم بشكل كبير جدا هذه المعركة تدور في العاصمة بكتلة سكانية كبيرة بمرافق حيوية تتضرر مرافق خدمية أيضا وبالتالي أنا أعتقد أنه نحن في منعطف صعب الغاية أيضا مؤسسات التي تتحدث عن مسألة الحاسمة أيضا هي تنظر إلى مؤشرات ما تعرضت له المدنيين في السودان بمعنى أنه يعني هناك تزايد في عدد الضحايا في عدد المصابين خروج المرافق الأساسية أو الاستراتيجية مثل المرافق الصحية المرافق المياه الكهرباء وما إلى ذلك تخرج عن الخدمة وتتعطل بشكل كبير كل هذا يؤزم من حياة المواطنين للسودانيين هناك أيضا مخاف من الانزلاق إلى حرب آلية هذا السيناريو حتى ونكنا نستبعده الآن لكن لا يمكن أن نستبعده كلياتا وبالتالي أنا أعتقد أيضا أنه المنظمات الدولية هيتحاول أن ترسل رسائل بهذا المضمون بشكل أو بآخر بأنه استمرار الوضع لن يكون في صالح أي طرف ولن يقدر أي طرف على حسمه وحتى أن تمكن طرف على حسمه سوف تكون تدعياته أيضا على المدى القصير وعلى المدى المتوسط صعبة جدا للغاية من حيث تداركها للعودة إلى نقطة الاستقرار مرة أخرى لأنه النتائج أو المعطيات الحالية ربما تؤكد أنه العودة إلى أن المصار السياسي بالفعل ذهب إلى نقطة اللاعودة ما بين كافة الأطراف تم تنحية هذا الجانب ما يتحدث هو صوت القوة ما يتحدث هو صوت السلاح وبالتالي تحتاج هذه الأطراف إلى قدر من الحكمة وقدر من التعقل للإستجابة للنداءات الدولية والتحركات الإقليمية وخاصة أيضا التحركات التي تقودها مصر في هذا السياق والتي تدعو إليها الأطراف بشكل أو بآخر إلى العودة إلى الحوار وأنه ربما تتبالوا الرؤية أكثر تحديدا خلال الفترة المقبلة فيما تعلق بهذا الأمر وأنا أعتقد أن مصر جد في هذا الأمر إلى حد كبير